كان سليم يعمل في صيانة الهواتف المحمولة وكان يقوم دائما بفعل خبيث كان إذا أتمنه أحد على هاتفه ليصلحه يقوم بفك تشفيره والحصول على محتوياته وإذا وجد فيه أسرارا تمكنه من ابتزاز صاحبه يستغل ذلك للحصول على أكبر قدر من الأموال وذات يوم دخلت على سليم في دكانه فتاة مراهقة اسمها هند ووعدها سليم أن يقوم بإصلاح هاتفها في يوم واحد وفي اليوم التالي حضرت هند إلى دكان سليم لاستلام هاتفها فافتسم لها سليم ابتسامة خبيثة وأخبرها أن جميع محتويات هاتفها وكل صورها الخاصة في حوزته الآن وطلب منها مبلغ عشرة آلاف جنيه وإن لم تحضر المبلغ خلال أسبوع واحد سيقوم بفضحها ونشر كل أسرارها خرجت هند من دكان سليم في حالة حزن شديد تدور بها الدنيا ولا تدري كيف ستحصل على تلك الأموال وهي من أسرة متوسطة الحال ويستحيل عليها تدبيره فذهبت إلى إحدى صديقاتها تطلب نصيحتها فنصحتها صديقتها أن تلجأ إلى الله وتلح عليه بالدعاء فهو وحده القادر على فك كربها ونصحتها أيضا أن تحافظ على أسرارها وأن لا تحتفظ بصور خاصة على هاتفها فظلت هند طوال تلك الليلة تصلي وتدعو الله استيقظ سليم في اليوم التالي وهو يشعر بالحمى تسري في جسده وأحس بإرهاق وتعب شديد فذهب إلى المستشفى ليقوم بعمل فحوصات ليطمئن على صحته دخل سليم إلى غرفة الطبيب ليعرف نتيجة فحوصاته فأخبره الطبيب أنه مريض بالسرطان الدم وعليه أن يخضع سريعا للعلاج وخرج سليم من غرفة الطبيب تائها لا تحمله قدمه جلس يبكي على حاله وعلم أن الله ابتلاه بمرضه هذا عقابا على أفعاله الخبيثة وعزم على التوبة إلى الله وعلى الفور أمسك سليم بهاتفه واتصل بهند فقالت هند أرجوك لا تفضحني أنا لا أستطيع توفير المبلغ الذي طلبته مني فقال سليم يا بنيتي لا تقلقي لقد عقبني الله على ما فعلت وأنا الآن لا أطلب منك سوى المغفرة سجدت هند شكرا لله وأخذت تبكي فرحا وتحمد الله أن استجاب دعاءها وفرج كربها ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله